اشتركوا في القناة محمد ميكي وزير عدل هو شخصية مثقفة جدا ضد طلاع واسع عقلية استراتيجية كبيرة جدا وتعلمت منه عن مستوى الشخص في اللقاءات التي اجريتها معه في احدى المرات قبل انتخابات الرئاسة سألت يا سيد المستشار لماذا لا تقبل عرض الاخوان المسلمين بان تترشح ده كان السؤال لماذا لم تقبل عرض الاخوان المسلمين بان تترشح للانتخابات الرئاسة وتكون مرشحا توافقيا طبعا من الخزعبلات الشفيعين طلعها في دماغنا ايه حكاية المرشح التوافقي فكان رده واستغربت لرده قال يا ابني اقتلوني اقتلوا من اللي اقتلك يا فاندي قال للحرس بتاعي اقتلني ديتي طلقة فانا استغربت استغرب شديد جدا لان هو عمره كان في ذلك الوقت 72 سنة وانا قلت في نفس الله يا ام انت عندك 72 سنة في ايه يعني لما تبقى الرئيس الجمهورية والحرس يديك طلقة وتموت وتقدم نفسك شهيدة انت خلاص يعني 27 سنة ايش ايه طب واحد شاب بزحالاتين يقول يعني لسه ايه طبعا في الدنيا يعني يبحث عن الدنيا يعني انما انت راجل عجوز ولكن هو طبعا حكى وقال لي اه هذا ما حدث مع اه الحاكم العسكري رئيس الجزائر اسمه ابو ضياف احد حراسه ايه ضربه طلقة فهو احمد ميكي قال لي ديتي طلقة من اي حرس من الليه من الحراس لذلك لما الرئيس مرسي ترشح وكان اعلام المخابرات الحربية الاعلام الشيوعي بتوع الاقوائل ولميس العالي الشيوعين دول يقول ان مرسي طبعا في الحكم وما لذلك انا كنت اعرض ان مرسي انما يغامر بحياته ويكون بين عصابة مسلحة يمكن واحد فقط منها نضرب عليه طلقة والامورت ايه تتوم المهم انا في النهاية احترمت وجهة نظر المصري او احترمت موقف المصريين احمد ميكي الراجل عنده خوف من ان يقتل صحيح واجبير في السن ولكن كلهم منا يعتقد انه سيعيش الى ابد الابدين وكلنا هذا الرجل يعني كلنا نشعر بالخوف على حياتنا فقلت وحور ما هي المشكلة المهم عرض عليه الرئيس مرسي بعد ان فازه في الانتخابات الرئاسة عرض عليه ان يتولي ايه منصب وزير العدل المصري احمد ميكي قال انه رفض وانا اعتقد انه رفض لانه هو يعني لم يكن يريد هذا المنصب هو ليس رجل اداريان المهم تولى المصري احمد ميكي لمنصب وزير العدل كلنا ظننا ان المستشار احمد ميكي هيعمل ايه بقى هيطهر القضاء وا 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 فوجئنا بان المستشار احمد ميكي يدافع عن الفساد دفاع مستميد ويحمي الذين يتآمرون على مصر بشكل غريب جدا واصبح خنجرم مسموما في ظهر الرئيس مرسي احد من كانوا في وزارة العدل من القضاء وانا يعني هو لم يأذن لي ان اقول اسمه هو مصدري قال لي انت عارف يا صابر احمد ميكي هذا يتآمر عن رئيس مرسي ده يعني بعد شهرين من تعيين احمد ميكي او شهر ديسمبر او اخر نوفمبر فقلت له ازاي يا فاندم قال لي احمد ميكي جمع مساعديه مساعدي وزير العدل وقال لهم هذا النظام القائم بتاع الاخوان المسلمين لن يستمر في الحكم فمن هيكون البديل له الجيش ولكن اسألهم مشار احمد ميكي وفقا لرواية القاضي الذي حكى ليه ولكن هل الشعب بعد ثورة 25 نايم سيقبل بعودة الحكم العسكري مرة اخرى فقالوا لا بعد الثورة الشعب لن يقبل بالحكم العسكري قال لي اذا البديل سيكون المستشار محمود ميكي اللي هو كان من نائب الرئيس في ذلك الوقت شقيقه المستشار محمود ميكي قال لي هذا النظام لن يستمر فلما رويت لهذه الواقعة انا حقيقة يعني كذبت او تشككت في قائلها وقالت والله قائلها ربما بينه وبين المستشار احمد ميكي خلافات تكون السبب في ان يفتري ويدعي عليه ذلك طبعا لما مرت الاحداث واستمرت تبين لي صدق هذه الرواية وبعد الانقلاب العسكري ايضا هناك مصدر اخر روى لي نفس الواقع واتضح ليه هذه الحقيقة حتى النهاردة احنا نلاقي لوستشار محمود ميكي نائب الرئيس اللي هو راح استقال من الرئاسة علشان خاطر واحد فاسد حرامي عبد المجيد محمود الذي تسطر على كان خامرجي وكان رجل يعني ما يعلم بله ربنا واهضر مليارات الدولارات على البلد في قضايا الفساد وتسطر عليها وترمخ وتسطر على ضباط قتل المواطنين واهضر حقوقا واهضر دماء يعني رجل شريك في القتل وفي الدم وفي الفساد وفي اضار ملعا محمود ميكي لما كان نائب الرئيس من فعل وقال لك لا انا مستقيل لا اقبل اقالة هذا الفسد ومحمود ميكي اخذته الغيرة والحمية من اجل واحد فاسد اللي هو عب مجيد محمود لكن النهاردة بعد الانقلام العسكري لم نجد هذه الغيرة عندي محمود ميكي لا من انه هو المسلمات يختصدن من العسكر ومحمود ميكي اخرص والساكت على الحق شيطان اخرص لا يفتح فاة المسلمون يقتلون في مصر العسكر يقتلون المسلمين في مصر ومحمود ميكي اخرص لا ينطق بكلمة واحدة فهذا كله جعلني ان اكون هذه الرواية اقرب للتصديق نعود مرة اخرى للمستشار احمد ميكي وزير العدل انا دي الذي فعله هو انه في منصب من اللي هيتهر القضاء اللي هيتهره بمساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي فراح اخونا احمد ميكي راح تنازل عن سلطته هذه مفروض هو اللي هو اذير اللي بيختار المساعد بتاعه تنازل هو المجلس القضاء وقال له متفضلوا اختارهم انت المساعد ايه لي ورفض ان هو يطبق قانون السلطة الايه القضائية القائمة من عد حسن بارد جميل راح مجلس القضاء الاعلى اختار له واحد شيوعي اللي هو المستشار زغلول البلشي ده من الشيوعيين وشقيقه الشيوعي خالد البلشي اللي هو عضو مجلس نقاط الايه الصحفيين ورئيس تحريك جريدة البديل وهؤلاء الشيوعين هم اعضاف تنظيمات يهودية كما ذكرنا فيه حلقات سابقة وعندهم ان اسرائيل والصهينة يقتصبون مصر ويحتلون مصر ويحكمون مصر ولا الطيار الاسلامي يحكم مصر تمام فرح هو بقى ايه قابل ان مجلس القضاء الاعلى يفرضوا عليه او يعين له شخصية شعية اللي هو زغلول البلشي مساعدا لوزير العدل اللي شون الايه التفتش القضاء هنا بقى زغلول البلشي المساعد بتاحمد مكة عمل ايه ترمخ على كل اضايا الفساد الخاصة بالقضاء تزويري انت عندك بقى عم احمد قضاء اللي زوروا الانتخابات عام 2010 والقضاء اللي زوروا الانتخابات عام 2005 والقضاء والفساد والسرقات والنهب يعني هو غالبية القضاء متورطين في هذا مفروض بقى لاخ احمد مكة او المساعد بتاعه لان هو المساعد بتاعه مفروض بقى انه يطهر ايه الفساد هؤلاء ويحلهم للتحكي للا ايه للمحاكمات الا ان مساعد احمد مكة ايه ترمخ على كل هذا الفساد ولم يفعل اي شيء مفروض احمد مكة هنا يعمل ايه مفروض انه هو ينهي انتداب المساعد بتاعه زوروا البلشر انه متسطر على فساد ويطلب من مجلس القضاء انه يأتي له بمساعد جديد او يعين هو مساعد جديد لكنه رفق طيب مفروض بقى انت يا عم احمد مكة تعمل ايه مفروض ان انت تطلع قانون السلطة القضائية احمد مكة رفض يعني انت مش عاجبك القانون القديم طيب اتفضع طلع قانون السلطة القضائية لانه من شأنه برضو انه يتهر ايه القضاء احمد مكة رفض وقال لك لأ القضاء يتهر نفسه بنفسه والله العظم حاجة في منتهى الغراب كأنك بتقول للحرمية تهروا نفسكم بنفسكم وفي حرمية يتهروا نفسهم بنفسهم احمد مكة حاجة يعني جنان وفي وجهنا طبعا احنا عادنا بقى حطيننا على خدنا عشان ايه القضاء الفاسدين الحرمية الحرمية تهروا نفسهم تانينا بقى طوال السنة في هذا الايه المستنقع بسبب احمد مكة طبعا القضاء ووكلاء النيابة كانوا يخلونا سبيل البلطغية اللي بيعملهم ملتوف وقلق وبلاك بلوك وكلام ده كله يتم القضاء عليهم والقضاء الفاسدين يطلقونا صراحة يتم القضاء عليهم القضاء الفاسدين ايه يطلقونا صراحة وخوك احمد مكة قاعد ايه يحميهم لهو رافض يبليهم مساعد وزير العدل يحاسبهم ورافض يطلع لهم قانون السلطة القضائية ووقف ضد الرئيس مرسي بقوة شديدة في هذا الامر بل لم يكتفي احمد مكة بذلك ده بل ايه حصل ايه بقى ان فيه قاضي عنده اسمه احمد ادريس كان قاضي منتدف في تحقات قضاء الفساد سرقة اراضي الدولة فراح المستشار وليد شراب القاضي وليد شراب اللي هو رئيس حرف قضاء مجلو مصر راح رفع مذكرة للاحمد مكة باسبته الوزير عن فساد احمد ادريس في واحد اتنين ثلاثة اربعة كت 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 وان الراجل ده بيهدر اموال الايه الدولة واراضي البلد مفروض احمد مكة هنا ياخد اجراض الدمين صد احمد ادريس لا اما احمد مكة عامل ايه انهى انتداب وليد شراب في وزارة العد وحوله للتفتيش القضائي وحمى احمد ادريس وابقى على احمد ادريس الفاسد ده من تسطرات احمد مكة على الفساد احمد مكة اتى بمجموعة من القضاء المعارضين للرئيس مرسي ووضعهم في وزارة العد خلاص يا سيدي انتو جاي انتو نفزوا سياسة حكومة منتخبة لو انتو هتنفزوها اهلا وسلمش هتنفزوها اخدوا بعضك وهمش انما تجيب لي واحد زي القاضي شام رأوف تمسكه مساعد الوزير لشؤون الدوان العام اللي هرب احمد شفيد وما الى ذلك واللي هو على صلة قرابة به الوادي الشيوعي نجاد البرع بتاع السفارة الامريكية يعني امور كلها محل شبهات احمد مكة لم يكتفي بذلك بل انه لما حصل اضراب القضاء وجادنا امر غريب جدا وقيل ليه ايامها من القضاء القضاء داخل وزارة العدل اتقال لي انت شفت ده حاست حاجة غريبة فيه اضراب القضاء ضد الرئيس مرسي لما طلع الاعلان دستور خبته لهم يعني ايه اللي حصل ان كل المحاكم الابتدائية محاكم دي تتبع وزارة العدل وفقا لقانون السلطة القضاءية وذول القضاء الثورة الصغيرية قضاءة الابتدائية فكل المحاكم الابتدائية اتتابعة لوزير العدل اضرابت عن العمل ضد الرئيس مرسي رغم انها لما تضرب ممكن الوزير اصلا يمسك قضاءة المحاكم الابتدائية لهم بما فيها ان هو يطلق للمحاكمات. لكن احمد ميكي ايه وقف اتفرج وكان رؤساء المحاكم بسدقية. المعينون من قبل احمد ميكي ومن قبل مساعده للتفتيش القضاء. شو بقى رؤساء المحاكم اللي هم من طرف الوزير. لان رؤساء المحاكم بسدقية يعينهم الوزير. هم الذين قادوا عملية الاضراب ضد الرئيس مرسي. وهم الذين عطلوا العمل في المحاكم ضد الرئيس مرسي. واحمد ميكي لم يتخذ معهم اجراءا واحدة. بينما محاكم الاستئناف التي لا تغضع لوزير العدل. ومحكمة النقد التي لا تغضع ايضا لوزير العدل لن تضرب عن العمل. ده بيوريك قد ايه المؤامرة التي كان احمد ميكي. يقودها بنفسه من خلال ان هو يساهم او يخدها بالامتناع. يعني انت واجب عليك ان انت تحاسب الفاسدين وتطهرهم المزورين. ازاي واحد مزور تانيه? ده انا لو زورت في قطاعتي بتاخديني في السجن ثلاث سنين تقول لك ده مزور وفقد الشرق ومسجل تزوية. ده او ده زور. ازاي تسيبهم لحظة اصلا في مناصبه? وازاي تتعمد تترك قوانين تترك هؤلاء المزورين في مناصبه? طبعا ده رجل زحف في كل مبادئ القانون وكل الامانة التي وضعها الشعب فيه هو اقسم اليمين على ان هو يحمي الدستورة والقانون. لم يقف احمد ميكي عند هذا الحد واندما عندما الرئيس مرسي حاول ان يقيل عبد المجيد محمود النائب العام الفاسد الذي وضعه مبارك. والنائب العام يفترض ان هو محامي الشعب. ولكن الشعب لا يختاره. يعني صار انت بقى العسكر فرضين عليك محامي بالقوة المسلحة. هو ده المحامي بتاعك. ويمنعونك من اختياره. ويمنعونك من محاسبة. هو كايد عجبك او اللي مش عجبه نقتلك لو ما عجبكش. فالشعب انا لم اخترناش عبد مجيد محمود. من حق ايه نغيره. من حق رئيس الجمهور المنتقب يغيره. احمد ميكي تصدى له. ودخل في حوارات كثيرة. ولما طلع الاعلان الدستوري. باقالة عبد مجيد محمود. وعزله من مكانه. وكان النص يا جماعة الاعلان الدستوري ده كان وكان فيه بقى. كان ان الرئيس مرسي هيحيل كل القضاة فوق سن ستين سنة الى المعاشر. يعني كان هيطهر جزء كبير جدا من الفساد. احنا مطلب زمان قوي ان سن التقاعد للقضاة يرجع لستين. احمد ميكي وقف وعارض وراجع الرئيس واخه قال له لا وهتعمل اس وهتعمل. وحزف هذا البنت. ووقع هؤلاء القضاة الفاسدون باسم من احمد ميكي. ولذلك لما قابلت المستشار زغري البلشي مساعد وزير العادل اجريته معه فقال انا ذاك. فقال لي كده. قال لي ده اللي بيطلبه قبل الحوار. قال لي اللي بيطلبه قالت احمد ميكي ده شوية بهايب. بتقول لي يا فاندم. قال لي ده احمد ميكي ده اعظم وزير عادل عرفته مصر. اعظم اه? اعظم وزير عادل عرفته مصر. لانه طبعا احمد ميكي لعب دور كبير جدا. هو يبدو انه معك ومع فريق الطورة ومع فريق الرئيس مرسي والانتخابات. وفي حقيقة الامر هو شغال في مع من? شغال مع فريق احمد الزند في حماية الفساد والتزوير وما الى ذلك. لما تم تعيين النائب العام طلعت عبدالله. احمد ميكي عمل ايه بقى? احمد ميكي كان على اتصال دائم به. وكان يلتقيه دائما. وكان يطالبه بان لا يحيل القضايا الخاصة بالبلاك بلوك والحرمية والمفرقعات للمحاكم. يعني هو طلع عبدالله كان شخصية ضعيفة. واحمد ميكي حطه في جيبه. وسيطر عليه. بل انه لما وكلاء النيابة راحوا حصروا طلعت عبدالله النائب العام في مكتبه. وطلعوا عليه المسدسات. هنا طلعت عبدالله كان هيحلم للمحاكمة التأديبية. وهو يملك بصفة نائب عام انه حلم المحاكمة التأديبية. احمد ميكي تدخل وقال له لا لا ما فيش داعة تقعد تعمل مشاكل بلاش. فاخذ له واخذ يخزل فيه. وخليه بالفعل انه هو يتراجع عن ذلك. لما احمد الزند طلع وقال انه بستنجب بامريكا. ولما احمد الزند طلح انه حرمه وما الى ذلك. هنا مفروض على النائب العام طلعت ابراهيم. واسمه طلعت عبدالله ابراهيم. هو رجل سلبي وهو جزء من هذه المؤامرة التي حدثت. من خلال سلبيته وسكوته. مفروض انه يحيل احمد الزند للمحاكمة التأديبية. النائب العام يملك احالة اي قاضي للمحاكمة التأديبية. لكنه رفق. بالاتفاق ايضا مع احمد ميكي. وراح يقدم طلب رفع حصانة لمجلس القضاء عشان يقدم احمد الزند المحاكمة الجنائية. وهو يعلم ان مجلس القضاء في الغالب سيرفض ذلك. وبالتالي احمد ميكي من اول يوم لاخر يوم لعب ضد الرئيس مرسي. بل ان هو وزير في الحكومة. يطلع في قناة الحياة يقول لك يجب اجراء انتخابات رؤسية مبكرة. ليه عم ده دستور مين ده? شوية عيال شمامين خامرجية شعيين. الكنيسة والصفارة الامريكية بتمولهم. يطلع يقولوا عاوزين انتخابات رؤسية مبكرة. تطلع انت تردد وراءهم. هو مش فيه شعب اختار. وفيه دستور تحط بتاقة اربعة ستين في المية. وقالوا الرئيس يكمل مدته. يعني ده جزء من ان الراجل يخالف الدستور والقانون وكان جزء من المؤامرة. وتسبب احمد ميكي بتصرفاته هو وشقيقه محمود ميكي في حرج كبير للرئيس مرسي. وفي حرج شديد لقياة الاخوان المسلمين والاحزاب الاسلامية انذاك. فخرجوا في مظاهرات ضده مرات عديدة يقولون لو يعني خلى عندك دم يمشي. هم بقوا مش عارفين يعملوا مع ايه يعني. يعني ان الراجل ده كرسة ومصيبة رجبة عليه. يعني له ورقة ان الراجل ده شغال ضد الرئيس المنتخب بايه بايه باستيكة. وشل الرئيس مرسي تماما. فطبعا طلعوا في مظاهرات طلو والمظاهرات طلو والمظاهرات يعني الرئيس محروجي يقول له استقيل امشي. في الاخر هو طبعا بعد في النهاية قبل الانقلاب بشارين استقال. ولكن كانت المسألة خلاص. اخوه محمود ميكي كلنا نعلم انه استقال لمجرد ان الرئيس عزل مين? عزل الفاسد عم جيد محمود. ولكن لم نجد بقى محمود ميكي عمل اي اجراء ولا اي شيء من اجل ان يتهر القضاء ولا يقدم خلال السلطة القضائية ولا 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 ولا. فكان الرجل عبئا على الرئيس ويبقى قدام رأي العام نائب رئيس استقال. مستشار الرئيس استقال وا 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 وا. لماذا قام احمد ميكي ومحمود ميكي بهذا الدور الخبيه في طعن الرئيس مرسي بخنجر المسموم? لا توجد لدي معلومات عن طبيعة الدور. انا حكيت الريوية اللي في الاول اللي قيل ليه ان هو كان عاوز ان هو محمود ميكي هو الرئيس بعد عزل الرئيس مرسي. وما تيجي انتخابات جدا وما الى ذلك. والشعب ساكره الحكم العسكري وما الى ذلك. ويعزز هذه الرئيس التي قيلت ليه ان هو محمود ميكي احنا مش شايفينه خالص. يعني شام قنديل اللي هو راجل اه كان راجل موظف. يعني مش اقتدرج كموظف في سلك الحكومة. طلع وقال لا للانقلاب العسكري. وطلع قال هذه مؤامرة على الرئيس. لكن محمود ميكي نائب الرئيس اللي انت واكل معاه. يعني انت قالت مع الرئيس يا شو مالح يا محمود يا ميكي. مفروض تطلع تقول كلمتين اللي واجهل لا. تشهد شهادة حقي في حق هذا الرجل. لا. يعني كتم كتم الشهادة نهائي. وايل انديل كتب انه كان في اتصالات بين هيكل وبين محمود ميكي. من خلال قضاة تاريس اقلال. غالبين قضاة تاريس اقلال على علاقات بهيكل. هناك يعني قاضي اخر يعني هو قال لي ان هو بيخمن او يرجح. او ان هناك شواهد ولكنها ليس قاطعة. ان هيكل كان مسيطع على احمد ميكي ومحمود ميكي. وهو الذي يحميهما حتى الان من الحبس. يعني المستشار محمود الخضيري اترمى في السجن. وغيره وغيره اترمه في السجن. هو شام انديل اترمى في السجن رئيس الحكومة. لكن احمد ميكي رغم انه بيطلع ينتقد في الحكم العسكري حتى الان. الا انه محدش قرب منه. فهو هذا القاضي بيرجح انه يكون هيكل هو الذي يحمي احمد ميكي ومحمود ميكي وهو الذي كان يحركهما ضد الرئيس مرسي. ايضا المستشار احمد ميكي اساءل الرئيس مرسي عندما قال انه انه ما حكمش وان اللي كان بيحكم العسكر وان المجلس العسكري هو الذي اختار طنطاومة لذلك. وهذه اجدوبة كلها هدفها الحط من شأن الرئيس مرسي ويعلم احمد ميكي بكاذبها وتناولنا ذلك في حلقة اسرار تعيين الرئيس مرسي للسيسي وزيرا للدفاع. يمكن ان تبحث معنا واستجدنا على قناة العالم الاسود للعسكر. لكن استغربت جدا لما لقيت في تصريح للمستشار احمد الميكي وزير العاد راجل الدستور والقانون. بيقول يعني برمو كده بتجدوا قناة الجزيرة مباشر مصر قبل ان يغلقونها. بيقول بقى حذاري من ان يحكم الجيش حكما مباشرا. يعني ايه? يعني هو عاد ان الجيش يحكم حكم غير مباشر. يعني مفيش مشكلة ان احنا نرجع لتجربة تركية. العسكر يحكمونا من الخلف وحكومات. من منظر من الامام. وكما حدث في باكستان. وكما يحدث في بنجلاديش. انت وكما كان يحدث في الفترة. ايام الملك فاروق العسكر يحكمونا من الخلف. وفي حكومات ترطير كده في الواجهة. ده ده المسيح عمد ميكي بيقوله. فللأسف الشديد. المحن هي التي تظهر معادن الرجال. اشترك في قناتنا العالم الاسود للعسكر. لتتابع الحلقات الجديدة. اشترك في القناة